حبيت أشرح لكم اليوم كيف ممكن أن نزخرف مطارة الماء هذا منتج جديد في السوق يسمونه Puff اللي هو بشكل بسيط أنه يحفظ المشروب داخل في نفس درجة الحرارة إذا كان مشروب بارد أو حار يحافظ عليه لو تلاحظون قمت أزيد أو أضيف على المنتج بعض الخطوط العربية بحيث يعني أني أزيد عليه تفاصيل حلوة وبنفس الوقت تكون متناسقة من حيث اللون والشكل اخترت اللون الرمادي الفاتح لأنه لونها أسود مات ومثل ما تلاحظون هذه الزخارف نحن السؤال كيف ممكن الشخص ممكن يتعلم يعني أن يسوي نفس الزخارف على منتجات مختلفة سواء نفس المنتج أو أي شيء مختلف كفر تريفون تيشيرت أو أي شيء ثاني أكثر خط ممكن يفيدك في هذا الموضوع خط الوسام أو ممكن خط السمبولي هذه الخطين يعني حروفهم بشكل منفصل تتناسب أنك تزخرب فيهم أي شيء ولكن ممكن تغير عليهم بعض التغييرات بحيث أنها تندرج تحت الخط الحر مثل ما تلاحظون لما تسوي تداخل بين هذه الحروف تطلع بشكل جدا جميل وأنا في البرنامج شوي مقلل الأوباسيتي اللي هي شفافية بحيث أنه يعني لما خط مع خط يتلامسون ما يتبين أنه كانهم خلاص نفس الجزء يبين فيه تقاطع هالشي تسوينا علي إسهار تحت في خيار أن نتقللون الأوباسيتي ما للفرشة شيء موجود في البرنامج الفرشة اللي أستخدمها هي فرشة خط السمبولي أو الوسام هي نفسها يمديكم تحصونها في باقة الخط اسم البرنامج اللي أستخدمه في المقطع Procreate لنا وائد ناس يسألون عنه هذا هو شكل نهائي يعطيكم العافية ومشكورين على تفاعلكم